هبب او استوديوهات شد الحبل كان منزل قبل جدا فيديو كان بيقول فيه اللي هو ما بيشابش اي قهوة خالص وبيستبدل اي قهوة بالعلبة دي في اختراع كده بيديني كافيين اسمه ممز وكان بيقول ان هو فيها حبيبات جدا قهوة متغطاة بشوكولاتة والحباء الواحدة بتعادل 3 كبات قهوة فروحت الزمالك في المكان اللي هو قال عليك ويه جبت العلبة دي العلبة دي كانت مكلفاني 20 جنيه وتعالوا نشوف فيها ايه العلبة دي مكتوب عليها حبيبات بون اسبرسو مغطاة بشوكولاتة البيضاء ولو جينا فتحناها اللي هي جدا حبيبات جدا تمام متغطاة بشوكولاتة بيضاء وقال ان هي فيها شوكولاتة بيضاء وشوكولاتة سوداء ويه ميكس انا جبت الشوكولاتة البيضاء بتشكل لها جدا ويجبتها وقلت اجربها بقى ونشوف هل فعلا هي طعمها حلوة ولا لا فناخد واحدة وندقها بسم الله انا فهمت اللي مغطينا بشوكولاتة عارفين حبة القهوه؟ الحبية بتاعها تصريبينها الخام خالص الى اللي هي قصة متتحن عشان تتعمل منها اص كوفي او تتعمل منها بنة وجده يعني وهم جايبين الحبية الكاملة دي ونتغطينا بشوكولاتة وضعنا الشوكولاتة هنا عشان الحبية اصلا هتبقى مرة جدا جدا فبيغطوها بشوكولاتة علشان يبقى الموضوع متوازن وتلعفت تكولها لان لو تدوكم الحبية جدا وكتلا تقولتها هتحس انها مرة جدا جدا فبيسكروا بقى المرارة دي بتغتيت شوكولاتة بس برضو حتى مع تغتيت الشوكولاتة هي طعمها مر جدا جدا فانت بتاخد حباية قهوة جدا بتاكلها على طول فأهو فعلا ممكن تكون فعلا انت عادل تلك كوباية قهوة ووش طبعا هتصحصح جدا جدا لان انت بتاكل قهوة خام بتاكل حباية قهوة خام وبتاكلها مش هقدر قول طعمها حلوة ولا وحشة لانها هي قهوة متغطية بشوكولاتة فأكيد طبعا تبقى طعمها حلوة شوية ولما تيجي دي وصل للقهوة هتبقى طعمها مرة شوية ولكن هي وشة هتفوق لكن نصيحاتا للي هيجيبي المنتج ده ما تاخدهاش كم لبسة وتمصها لان انت لو مصتش الشوكولاتة هيتبقى لك القهوة واش تقدر تاكلها هو معقول ان انت تاخدها وتاكلها على طول هم عامليني الشوكولاتة علشان جدا ولكن منتج لطيف جميل لو بش فاضي مثلا السبح جيلة تعمل لك قهوة وتعمل لك ايس كوفي مثلا ومستعج جيلة عايز تنزل بسرعة ثم واخد لك واحدة من دي ونازل على طول وبدأ يومك فالمنتج ده تلقى حلوة يا هبهب وشار في كل مكان لايك في كل مكان عايزين نوصل لمية الف قارة وقت والنستجرام علشان بنقدم هناك محتوى جامل جدا جدا وكالعادة دوسا كوتش سمالك